موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر علمي مع حلقة جديدة من حلقات منهج الفيزياء قبل البدء أرجو منكم إحضار الكتاب المدرسي وتدوين الملاحظات درسنا لهذه الحلقة بعنوان القانون الثاني لنيوتن في الحلقة السابقة درسنا كمية الحركة وعلاقتها بالدفع وفي هذه الحلقة سنكمل قانون الدفع وكمية الحركة ونستهل الدرس باستنتاج فنريد أن نستنتج أولاً أن الدفع على جسم يساوي التغير في كمية حركته الخطية أي نريد أن نثبت أن الدفع i يساوي delta b نبتدي من القانون الثاني لنيوتن اللي درسناه بالصف العاشر والقانون يكتب حسب المعادلة f يساوي m ضرب a حيث أن ال-f هي القوة وال-m هي كتلة الجسم و-a هي عجلة الجسم وسميناها المعادلة رقم واحد وأيضاً من قانون العجلة اللي درسناه بالصف العاشر وهو أن a تساوي delta v على delta t نجد بأن a العجلة تساوي delta v على delta t أي بمعنى تساوي التغير في متجه السرعة خلال وحدة الزمن نعوض عن قيمة a في المعادلة رقم واحد نحصل على أن f تساوي m ضرب delta v على delta t أعزائي بالرياضيات تعرفون أن حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين فبالتالي نحصل على أن f ضرب delta t يساوي m ضرب delta v فأستنتج أن f ضرب delta t وهي i التي سبق درسناها بالحلقة السابقة تساوي m ضرب delta v وهي delta v التي أخذيناها بالحلقة السابقة فبالتالي نجد بأن i يساوي delta v أي هنا استطعت أني أثبت أن الدفع على جسم يساوي التغير في كمية حركته الخطية وسميناها المعادلة رقم اثنين ناخذ الاستنتاج الثاني استنتج أن قوة الدفع تساوي المعدل الزمني للتغير في كمية حركة الجسم الخطية انتبه عزائي أن قوة الدفع تختلف عن الدفع قوة الدفع هي f بينما الدفع هو i فيجب أن ننتبه إلى هذا يريد أن يثبت أن قوة الدفع اللي هي f تساوي المعدل الزمني للتغير في كمية حركة الجسم الخطية اللي هي delta v من وين أبتدي؟ أبتدي من المعادلة الثنين اللي أثبتناها بالاستنتاج رقم واحد فأقول i تساوي delta b وأنا درست بالحلقة السابقة أن i تساوي f ضر delta t فبالتالي شيء طبيعي رح يتساوي الطرفين فأحصل على أن delta b تساوي f ضر delta t ومن هذا أحصل على المعادلة أو العلاقة النهائية وهي أن f تساوي delta b على delta t وهذا هو مطلوب إثباته مني في الاستنتاج رقم اثنين آخذ سؤال علل في السؤال العلل عندي حالتين حالة الف وحالة باء في الحالة الف سيارة تصطدم بكومة قش وفي الحالة باء سيارة تصطدم بحائط نسمانتي في العلل رقم واحد في الحالة الف يكون تأثير قوة الدفع أقل وطالب مني أني أعلل هذا وفي العلل رقم اثنين في الحالة باء طالب مني أن أعلل أن يكون تأثير قوة الدفع أكبر أولاً أبتدي في الحالة الف أقول في الحالة الف نلاحظ أعزائي أن السيارة قبل التصادم كانت كتلة متحركة إذن تمتلك كمية حركة بس هذه كمية الحركة الابتدائية اللي هي بي انشيال بعد ذلك اصطدمت بكومة القش وبعد التصادم توقفت لما توقفت أصبحت سرعتها صفر أي أن كمية الحركة النهائية أصبحت صفر إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه أصبح هناك تغير في كمية الحركة إذن أصبح عندي دلتابي وإن هذا الدلتابي بسبب طبيعة نوع ماتة القش حدث أو تم في زمن أطول وبالتالي وحسب المعادلة اللي موضحة عندي إنها اللي تربط بين العلاقة بين F ودلتابي ودلتتي اللي هي القوة تساوي المعدل الزمني للتغير في كمية الحركة فعند ثبات التغير في كمية الحركة دلتابي يكون هناك تتاسباً عكسياً بين القوة وزمن تأثيرها فيكون الجواب أن في الحالة ألف لأن التغير في كمية الحركة حدث في زمن أطول يكون تأثير الاصطدام أقل وتكون قوة الدفع أقل وبذلك أكون أن أنا فسرت سؤال اللي مطلوب مني فأستنتج أنه كلما زاد زمن التلامس يقل تأثير قوة الدفع الروح للحالة باء في الحالة باء العلل رقم 2 طالب مني أني أفسر لماذا يكون تأثير قوة الدفع أكبر في الحالة باء؟ في الحالة باء عندي سيارة اصطدمت بحائط اسمنتي الناحظ بأن السيارة قبل التصادق كانت كتلة متحركة إذن تمتلك كمية حركة ابتتائية بعد الاصطدام وطبعاً لطبيعة نوع هذا الحائط الاسمنتي أن هذا التغير في كمية الحركة لأنها بعد التصادم توقفت فطبيعي أنه صار تغير في كمية الحركة أن هذا التغير في كمية الحركة حدث في زمن أقل وبالتالي أصبح تأثير قوة الاصطدام أكبر وأصبح تأثير قوة الدفع أكبر ماذا أستنتج؟ أنه كلما زاد زمن التلامس يقل تأثير قوة الدفع وبالتالي نستنتج أنه عند الثبات التغير في كمية حركة الجسم فإن قوة الدفع على الجسم تتناسب عكسياً مع زمن تأثيرها وأبرز التطبيقات الحياتية على هذه العلاقة هو تزويد السيارات الحديثة بما يعرف بالحقيب الهوائية أو الإيرباغ كما نلاحظ في الصورة فإعزائي أن هذه الحقيب الهوائية أو الحقيب الهوائية توجد في السيارة داخل عجلة القيادة أمام قائد السيارة وهي تفتح آلياً عند اصطدام السيارة بشيء ووظيفتها أنها تحمي سائق السيارة من الإصابة بأذى لا سامح الله في حالة وقوع حادث ولكن كيف يحدث ذلك؟ نأخذ سؤال العلل علل واحد تقلل الحقيب الهوائية الموجودة بالسيارات من احتمال إصابة السائق بأذى ويكون الجواب لأنها تزيد من زمن التلامس وبالتالي يقل تأثير قوة التصادم ومن ثم يقل احتمال إصابة قائد السيارة بأذى نأخذ العلل رقم الثين يستطيع لاعب الكارتين أن يكسر مجموعة من الألواح الخشبية بضربة بحرف يده كما هو موضح في الصورة والجواب راح يكون لأن التغير في كمية الحركة يحدث في زمن أقل فيزداد تأثير القوة حيث أن F تساوي دلتا بي على دلتا تي نأخذ سؤال علل الرقم ثلاثة السقوط على أرض خشبية أقل ألما من السقوط على أرض اسمنتية والسبب في ذلك لأدى عند السقوط على الأرض السمنتية يحدث التغير بكمية الحركة في زمن أقل وعليه يكون تأثير قوة الدفع أكبر نأخذ مسألة في المسألة عندي جسم ساكن معنى أن الجسم ساكن أي أن سرعته الابتدائية تساوي صفر أي أن V تساوي صفر كتلته 0.2 كيلو جرام هذه M طبعا الكتلة ووحدتها أيارية ممحتاجة إلى تحويل أثرت عليه قوة لفترة زمنية مقدارها 0.1 ثانية وهذا دلتا تي فأصبحت السرعة النهائية لهذا الجسم 20 متر لكل ثانية اللي هي السرعة النهائية في فاينل احسب ألف مقدار تلك القوة من القانون F يساوي دلتا بي على دلتا تي نجد بأن F تساوي M ضرب دلتا بي أعزائي M ضرب دلتا بي اللي هي نقصة فيها الدلتا بي وقسمنا على دلتا تي حسب القانون يساوي النزل ال M مثل ما هي الدلتا بي معناها مقدار التغير في متجه السرعة اللي هو V final ناقص V initial يعني V نهائية ناقص V الابتدائية على دلتا تي ويساوي point 2 اللي هي ال M point 2 كيلو جرام نضربها نفتح قوس V نهائية 20 ناقص V الابتدائية 0 لأن الجسم كان ساكن في سرعة الابتدائية 0 نقسم على point 1 اللي هو دلتا تي نحصل على أن القوة تساوي 40 نيوتن القانون الثاني لنيوتن طبعا درسنا في الصف العاشر القانون الثاني لنيوتن ويكتب بالمعادلة سيجما F تساوي M ضرب A ورقمناها بالرقم واحد سيجما F يعني محصلة القوة الخارجية المؤثرة في جسم وتساوي كتلة الجسم في عجلة هذا الجسم وأيضا درستنا في الصف العاشر أن A تساوي دلتا V على دلتا T أي أن العجلة تساوي مقدار التغير في متجه السرعة خلال وحدة الزبل ورقمناها وعطيناها رقم أثنين بالتعويض من المعادلة رقم أثنين عن مقدار العجلة في المعادلة رقم واحد نجد أن سيجما F تساوي الأم منزلت نعوض عن A بدلتا V على دلتا T فأحصل على أن سيجما F تساوي دلتا V على دلتا T يساوي الدلتا خارج القوس نفتح قوس أم ضرب V على دلتا T لاحظوا معاي الأم ضرب للدلتا V هي عبارة عن الدلتا B أي تغير في كمية الحركة والدلتا T نفسها إذن سيجما F تساوي دلتا B على دلتا T إذا كانت الفترة الزمنية صغيرة جدا وتقول إلى صفر أي أن دلتا T تساوي صفر هذا يعني أن سيجما F تساوي مشتق كمية الحركة بالنسبة إلى الزمن وبالتالي نستنتج نص آخر للقانون الثاني لنيوتن وهو أن مشتق كمية الحركة بالنسبة إلى الزمن يساوي محصلة القوى الخارجية المؤثرة في النظام مثال مثال كرة كتلتها خمسة عشر من أمية كيلو جرام هذه الكتلة أم إذا كانت سرعتها لحظة اصطدامها بالأرض تساوي ستة بوينت خمسة متر لكل ثانية هذه السرعة الابتدائية للكرة وسرعة ارتدادها تساوي ثلاثة بوينت خمسة متر لكل ثانية هذه سرعتها النهائية علماً أن الاصطدام استمر خمسة وعشرين من ألف من الثانية اللي هي ثلتا T احسب قبل لا نحسب المطلوب الأول نلاحظ الصورة أو الشكل الموضح اللي عندي في الشكل الموضح الكرة اصطدمت بالأرض بسرعة ابتدائية مقدارها ستة بوينت خمسة هذا المقدار ولكن اتجاه السرعة هو في الاتجاه السالب للمحور الرأسي أي بالاتجاه السالب لمحور Y فبالتالي يجب أن أضع مقدار السرعة يتبعه حرف J وهو متجه الوحدة الذي يعبر عن محور الأسناد السالب Y فتكتب VI تساوي اللي هي V initial ستة بوينت خمسة كمقدار وتكون بالإشارة السالبة لأنها بالاتجاه السالب ويتبعها حرف J وهو متجه الوحدة J لمحور Y وننظر إلى السرعة النهائية السرعة النهائية ثلاثة بوينت خمسة وهي سرعة ارتداد هذه الكرة كمقدار ثلاثة بوينت خمسة ولكن كاتجاه بالاتجاه الموجب لمحور Y فتكون إشارتها موجب ويتبع المقدار حرف J وهو متجه الوحدة إذن نعبر الحين عن مقدار دلتا V بسرعة ابتدائية وسرعة نهائية عرفناها مقدار واتجاه ناخذ المطلوب ألف المطلوب ألف احسب مقدار واتجاه القوة المؤثرة في الأرض نتيجة هذا الاصطدام F تساوي دلتا V على دلتا T تساوي M ضرب دلتا V اللي هي هذه التغير في كمية الحركة على دلتا T يساوي M خارج القوس نفتح قوس دلتا V هي V ناقص V على دلتا T يساوي نعوض تعويض عادي الـ M خمسة عشر بالأمية ضرب نفتح القوس V مقدارها ثلاثة بوينت خمسة ولكنها موجبة ويتبعها J لأنها بالاتجاه الموجب لمحور Y ناقص طبعا V اللي هي سالبة فتكون سالبة ستة بوينت خمسة J نقسم المقدار على خمسة وعشرين من ألف اللي هو دلتا T فنحصل على أن الناتج يكون عندي خمسة عشر بالأمية ضرب عشر ج ونقسمه على خمسة وعشرين من ألف وأحصل على أن مقدار هذه القوة يساوي ستين ج نيوتن نلاحظ عزائي أن القوة المؤثرة من الكرة في الأرض في الاتجاه الرأسي السالب ومن الأرض في الكرة في الاتجاه الرأسي الموجب ناخذ مثال ثاني أثرت قوة متغيرة بانتظام على جسم كتلته ثلاث كيلوجرام فتلقى دفعاً خلال زمن تأثيرها كما بالشكل احسب في الشكل الموضح عندي نلاحظ بأن أنا عندي علاقة بيانية على المحور الرأسي B اللي هي كمية الحركة وعلى المحور الأفقي T اللي هو الزمن من العلاقة البيانية الموضحة عندي مطلوب ألف الدفع الذي تلقاه الجسم الدفع اللي هو I فيساوي دلتا B أي تغير في كمية الحركة يعني بي فاينل ناقص بي انشيال بمعنى أن أنا القيم موجودة عندي من الشكل أو من الرسم تعويض مباشر أقول بي فاينل اللي هي أربعين ناقص بي انشيال طبعاً هذه خلال حركة الجسم فيكون الناتج يساوي 20 نيوتن في سكند أخذ المطلوب با في المطلوب با متوسط القوة المؤثرة على الجسم أي أن ما تطالب مني القوة F اللي هي متوسط القوة المؤثرة على الجسم في هذا الشكل ألاحظ بأن F تساوي دلتا B على دلتا T دلتا B أنا حسبتها من المطلوب ألف فأقول 20 على 5 ناقص صفر ويساوي 4 نيوتن المطلوب جيم مقدار التغير في سرعة الجسم أنا عندي مقدار التغير هو دلتا V وين حصل من العلاقة دلتا B تساوي M ضرب دلتا V وبالتالي أحصل على أن دلتا V يساوي دلتا B على M دلتا B هي 20 والM هي 3 فالناتج يكون 6.66 متر لكل ثانية إلى هنا نصل أعزائي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر